تحركات أمريكية جديدة في المنطقة تضع العديد من إشارات الاستفهام للفترة الفاصلة ما بين عهدين للإدارة الأمريكية صحبت بتطورات متسارعة يشهدها العراق وسوريا ويحتل الإيرانيون فيها مساحة واسعة من جغرافيا المنطقة الحراك الجديد توج بخصف صاروخي تعرض له محيط السفارة الأمريكية في بغداد ورجحت مصادر محلية أن القصف حصل أثناء اجتماع الرفيع المستوى داخل السفارة حضاره قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي الهجوم غامض التفاصيل أضاف إلى المشهد المتأزم مزيدا من التداخل ولسيما وقوعه ضمن السياق المتوقع الذي أشار إليه عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وحذر من تزايد عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية في قادم الأيام خصوصا مع اقتراب ذكر اغتيال قاسم سليماني الأب الروحي للميليشيات الإيرانية في المنطقة الميليشيات المدعومة إيرانية نفت ونأت بنفسها عن الهجوم إلا أن مصادر عراقية تحدثت عن وجود أذرع داخل الميليشيات العراقية هي من تقف خلف الهجمات الصاروخية الحالية ومعظم الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية في البلدين المصالح الأمريكية التي تعهد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنيرال فرانك ماكينزي بالحفاظ عليها وتوعد بالرد الحاسم على أي هجوم تتعرض له المواقع الأمريكية وبالتحديد من إيران وميليشياتها خلال استكماله لزيارته غير المعلنة في العراق وسوريا والتي وصل خلالها إلى قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وبالمثل جرت تكتم على جولة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنيرال مارك مايلي إلى قطر والسعودية والإمارات وإسرائيل وأفغانستان الأسبوع الماضي حتى مغادرته المنطقة حراك أعلنت مراحله وخفيت أهدافه حتى الآن فهل استطاعت الولايات المتحدة أن ترسم خطوط سياسة إدارتها الحالية أم أنها تؤسس لمرحلة جديدة تختلف فيها أدوات الصراع ومفرداته وتتبدل التحالفات وتتغير الخارطة العسكرية والسياسية للمنطقة